أصدر رئيس النظام السوري قرارا بزيادة الرواتب لكل الموظفين في القطاعين الخاص والعام بنسبة خمسين بالمئة وزيادة في أسعار الخبز بنسبة مئة في المئة فيما قرر الرئيس المصري زيادة الرواتب بنسبة خمسين بالمئة أيضا في أكبر حزمة عاجلة للحماية الاجتماعية حسب وصف بيان الرئاسة المصرية لماذا تزامنت هذه الزيادات في البلدين في هذا التوقيت هل استبقت سلطات البلدين انفجارا اجتماعيا وهل إن الزيادة في الرواتب في ظل صعوبات اقتصادية يعيشها البلدان حل لتحسين مستوى المعيشة وما هي الآثار السلبية والآثار الإيجابية المترتبة عن هذه الزيادات في تزامن يعكس صعوبة الأوضاع الاقتصادية في بلديهما أصدر رئيس النظام السوري بشار الأسد والرئيس المصري عبد الفتاح السيسي مرسومين يقضيان بزيادة الرواتب والأجور بنسب مختلفة في البلدين بشكل يتماشى أو يكاد مع غلاء الأسعار الحاصل في البلدين والتدهور الذي يشهدهما كل من الليرة السورية والجنيه المصري رئيس النظام السوري أمر بزيادة خمسين في المئة على رواتب العاملين في القطاع العام بمن فيهم العسكريون والمتقاعدون وذلك وسط انهيار الليرة السورية وانخفاض قيمتها الشرائية في ظل غلاء السلع الاستهلاكية وندرتها وبالرغم من الزيادة المرتقبة إلا أنها بحسب مطلعين ستبقى عاجزة عن مواكبة الوضع الاقتصادي الصعب الذي تعيشه البلاد حيث تتراوح رواتب الموظفين العاديين بين ثلاثة عشر دولارا وخمسة وعشرين دولارا كحد أقصى في حين تهبط رواتب المتقاعدين إلى أقل من ذلك حيث تتراوح بين تسعة وسبعة عشر دولارا كحد أقصى أما في مصر فكان المشهد مشابها إلى حدود تطابقه حيث أمر الرئيس المصري عبدالفتاح السيسي برفع الحد الأدنى للأجور في مصر بنسبة خمسين في المئة أيضا ليصل إلى مائة وأربعة وتسعين دولارا شهريا بحسب سعر الصرف الحالي المرشح للمزيد من التدهور وبحسب القرار ستتم زيادة أجور العاملين بالدولة والهيئات الاقتصادية بحد أدنى يصل إلى حدود تسعة وثلاثين دولارا بحسب الدرجة الوظيفية ويقول اقتصاديون متابعون أن الأسد والسيسي عتادا خلال السنوات الماضية على زيادات دورية للرواتب وأجور العاملين في القطاع العام لكنهم حذروا من أن هذه الزيادات دائما ما يرافقها موجة كبيرة من الغلاء الفاحشي والمزيد من التدهور في السعر صرف العملة المحلية ما يفقدها أي معنى بحسب هؤلاء مشيرين إلى أنها تتسبب في زيادة نسبة الفقر في بلدين بات القسم الأكبر من مواطنيهما يعيشون تحت خط الفقر بدرجات كبيرة ينضم إلينا لمناقشة هذا الموضوع من عمان الخبير الاقتصادي مازين أرشيد ومن باريس الباحث في الفلسفة السياسية في جامعة باريس رامي الخليفة العلي أهلا ومرحبا بكما أبدأ معك سيد رامي لماذا يلجأ البعض بعض القادة وهنا في هذه الحالة يتزامن هذا اللجوء من قبل الرئيس المصري ورئيس النظام في سوريا لهذه الزيادات في الرواتب زيادة في الحد الأدنى من الأجور لماذا اللجوء إلى مثل هكذا خطوة وهنا متزامن بطبيعة الحال أهلا بك لين تحية لك وضيفك ومشاهديك الكرام في الحقيقة الأزمة الاقتصادية المتفاقمة في كل من البلدين هم السبب الرئيسي في اتخاذ إجراءات في محاولة التخفيف من الضغط الهائل الذي يتعرض له المواطن في كل الدولتين بالرأم من الفروق الكبيرة الموجودة ما بين مصر وسوريا إلا أن هناك أزمة اقتصادية طاحنة هذه نقطة مشتركة هناك تراجع في العملة المحلية سواء الجانية أو الليرة السورية وهناك عناصر مشتركة في البنية الاقتصادية في كل الدولتين وربما النقطة الأساسية المشتركة أن في كل الدولتين هناك ما يسمى اقتصاد الظل وهذا الاقتصاد أصبح شديد الوطأ على الاقتصاد الوطني أو الاقتصاد العام إذا شئتي في مصر هناك المؤسسة العسكرية التي بعض التقديرات تشير إلى أنها تسيطر على حوالي 60% في سوريا هناك القصر إذا جاز التعبير ومن يحيط به يسيطرون على نسبة كبيرة من الاقتصاد الوطني وبالتالي هذا يزيد الضغط على هذا الاقتصاد أضف إلى ذلك أن هناك في سوريا خارج من أو ما تزال تعاني من حرب طاحنة هناك أجزاء من الأراضي هي ليست سيطرة النظام هناك الجزء الأكثر غنى في سوريا وهي منطقة الجزيرة السورية الغنية بالنفط والغنية بالزراعة ليست خاضعة لسيطرة النظام وبالتالي هناك أزمة اقتصادية كبرى أضف إلى ذلك أن ما شهده العالم خلال الفترة الماضية سواء أزمة كورونا أو أزمات متلاحقة وزيادة ضخم على المستوى العالمي كلها عوامل ربما منع الأطراف الصديقة للنظام في سوريا نعم من تقديم الدعم وأيضا زاد لربما من هذه الأزمة الاقتصادية ومن الضغوط الاقتصادية أستاذ مازن أهلا ومرحبا بك يعني يجب أن يكون هناك حالة من الفرح عندما يكون هناك زيادة في الرواتب على عكس ذلك كان هناك حالة من الغضب وبنفس الوقت كان هناك حالة من السخرية لماذا لا يكون المواطن سعيد برأيك وكخبير اقتصادي يتعرض لمثل هكذا ضغوط ولماذا يخشى من هذه الزيادة في الرواتب نعم حقيقة يعني بطبيعة الحال هي مش أول مرة يتم فيها زيادة الرواتب سواء كان في مصر أو سوريا حتى مناطق أخرى من العالم العربي خصوصا أنه إحنا دول يعني للأسف خصوصا في مصر وسوريا دول غير إنتاجية بمعنى أنه أي زيادة سوف تطرأ في المستقبل على الرواتب يعني لن تقضي على التضخم بطبيعة الحال لأن هذه الدول هي دول مستوردة بشكل مبالغ في الحقيقة وبأسعار عالمية مرتفعة سواء كانت أخص هنا بالذكر طبعا مصر تحديدا يعني سوريا تمر بحالة اقتصاد ما يسمى باقتصاد الحرب ولهو استثناءات محددة ولكن في مصر الحقيقة تقوم باستيراد معظم المواد الأساسية من الخارج بأسعار مرتفعة وبالتالي يعني لا تعتمد على إنتاجها المحلي بطبيعة الحال ولذلك أي زيادة على الرواتب نتكلم عن زيادة يعني كبيرة جدا 50% يقابل ذلك أيضا استمرار في معدلات التضخم المرتفعة لأنه لم يتم الإصلاح الحقيقي بطبيعة الحال وهو الاعتماد على الذات الإنتاج المحلي وليس على الاستيراد من الخارج وبالتالي زيادة الإنفاق وزيادة العجز في الموازن العامة وبالتالي من أجل سداد هذا العجز في الموازن لتقوم الدولة بالاستدانة من الخارج وبأسعار فائدة مرتفعة وكل ذلك يشكل ضغوط جديدة على مالية الدولة المشكلة أنه أصبح المواطن يخشى من هذه الزيادة لأنه يقول سوف يرفعون أسعار المازوت والبنزين وعندما ترتفع أسعار المحروقات سوف ينعكس ذلك على رغيف الخبز وعلى كل المواد بطبيعة الحال وبالتالي هذا سوف يؤدي أيضا إلى التضخم يعني هي سلسلة أليس كذلك طبعا هي دائرة مفرغة يعني هي مثل ما تحدثنا قبل قليل أي زيادة على الرواتب يعني قد دؤت لزيادة معدلات التضخم وليس تحاشيها لأنه صح أنه حل قصير الأجل نتكلم علاج يعني يحاول أنه تحسين المستوى المعيشة في المدى القصير وليست إصلاحات حقيقية على المدى الطويل لأن المشكلة الرئيسية المثال التي ذكرناها تفاقم العجز في الموازنة العامة سبب الرئيس هو الاستيراد المفرط لحتى معظم الحاجات الأساسية الغذائية وطبعا نحن لا ننسى أنه صح كان هناك تفاقم الأزمة وتباطئ في سلاسل التوريد عالميا بعد أزمة كورونا وأيضا الحرب الدائرة التي لا تزال مستمرة بين روسيا وأوكرانا وغيرها وأيضا المشاكل المنمر فيها حاليا في الممر البحري وما هو البحر الأحمر كل ذلك أدى إلى زيادة الأسعار عالميا وشفنا أسعار الأرز مثلا أعلى مستوياته منذ عام 2008 لذلك كل هذه المواد يتم استيرادها من الخارج بأسعار مرتفعة التضخم سوف دول التي تستورد بشكل مفرد بما فيها مصر ومعظم الدول العربية الحقيقة الغير نفطية ستتأثر بشكل مباشر لذلك الحل الجذري هو القيام بإصلاحات حقيقية سأعود لك أدى للحديث عن الحلول حل مشاكل المبتبطة بالفساد وغيرها نعم الآن أعود مرة أخرى إليك أستاذ رامي ونحن كما ذكر أستاذ مازين الموضوع مختلف بشكل أو بآخر وانتزامن بين سوريا ومصر ولكن هناك اقتصاد حرب هناك اقتصاد معتمد على الاستيراد المفرد لكن بطبيعة الحال جاءت هذه الزيادة هل هناك رغبة من أجل تجنب انفجار اجتماعي مع اختلاف هذه الظروف مثلا كما جاء في التقرير لربما المؤسسة العسكرية هي مسيطرة بشكل أو بآخر في مصر لربما هناك ضغوط اقتصادية كبيرة تراجع سعر الجنيه المصري بالإضافة إلى ما ذكرنا في سوريا هل هو تسكيت أو إغلاق للأفواه لكي لا يكون هناك انفجار اجتماعي في سوريا لا في سوريا الأمر مختلف تماما عنه في مصر نعم في مصر هناك إمكانية للحياة في سوريا لا يوجد إمكانية للحياة عمليا المواطن السوري يعمل بالصخرة لأن كما ذكر في التقرير راتب المواطن السوري لا يتعدى 17 دولارا وبالتالي هذا لا يكفي حتى أجار للنقل ما بين بيته ومركز عمله وبالتالي معظم السوريين الحقيقة هم عمليا يعملون بالصخرة وإذا كان هناك سبب لمعارضة النظام أو للثورة على النظام لكان تم ذلك ولكن نتيجة لظروف كثيرة نعم ومنها هذه الحرب المستمرة وحالة عدم الأمن طبعا وبالتالي المواطن السوري ربما لديه حسابات مختلفة عنه في مناطق أخرى وهذا ما يمنعه وما يمنع الكثيرين من التحرك ضد النظام لذلك تبقى الوسيلة الأخرى التي يلجأ إليها معظم السوريين الآن وهي الهجرة ومحاولة الهجرة سواء بطرق شرعية أو بطرق غير شرعية لأن الوضع في سوريا عمليا أكثر من 90% من الشعب السوري هو تحت خط الفقر وكل يوم تدخل هناك فئات جديدة هناك قلة قليلة من المواطنين السوريين من يستطيع الإيفاء بمتطلبات الحياة اليومية طبعا في مصر ربما الأمر مختلف لأن المعايير مختلفة مصر لا تعاني من حرب وبالتالي نعم هناك سياسة اجتماعية تعتمدها الدولة في هذه الزيادات وطبعا للتغطية على التضخم الشديد الذي عانت منه مصر خلال الفترة الماضية وبالتالي لا بد من هذه الزيادة حتى يستطيع المواطن المصري الإيفاء بالتزاماته الحياتية اليومية ونتحدث عن الطبقة الوسطى التي تراجعت حتى دخلت في إطار الطبقة الفقيرة في مصر وبالتالي هذا إجراء تلجأ إليه الحكومة عادة ولكن هذا كما تحدث ضيفك الكريم هذا إجراء مؤقت وإجراء لمعالجة سريعة ولن يستمر مصر الحقيقة ريم تعاني من فقاعة كبيرة وهي مرشحة للانفجار في أي لحظة وهي أزمة الدين تخيلي أن 114% من الناتج المحلي المصري لا يكفي لسداد ليس الدين ولكن خدمة الدين وبالتالي ذلك مثل حجر عثرة كبيرة أمام الاقتصاد المصري وبالتالي سوف يزداد هذه الأزمة خلال الفترة القادمة للأسف الشديد في مصر شكرا جزيلا لكما كان بود أن أعود إليك أستاذ مازين أرشيد ولكن نحن مضطرون للذهاب إلى مباشر الخبير الاقتصادي مازين أرشيد الباحث في الفلسفة السياسية في جامعة باريس رامي الخليفة العالي شكرا جزيلا لكما تحسب לנו في جميع الخليفة سوف نحن السياسية شكرا جزيلا لكما شكرا